كيف نقرأ ما تعلنه الدستور من تحالفات الكبار وسد الطريق على المالكي لولاية ثالثة هل حقيقة هناك تحالفات هل هذه القوى قادرة على رص صفوفها وإخراج التحالف أو دولة القالون خارج هذا التحالف يعني الوطنية والمواطن والكرد وتحالفات أربيل المتحالفون في اتفاق أربيل يعني أولا دعني أقول لك أستاذ محمد بصريحة العبارة أننا نعول في هذه الانتخابات ونتاج هذه الانتخابات أننا سنقطع دابر الطائفية أو التعبير عن الأوزان والألوان الطائفية في الواقع السياسي العراقي هذا كلام غير دقيق ولا أعتقد سيتحقق هنا نتحدث عن ثورة بيضاء بالبيت الشيعي لربما وقد يشاركهم أيضا الأخوان السنة والأكراد بدبابة ديمقراطية لإزاحة المالكي باعتبار أن عقدة الصراع التي كانت موجودة بعد انتخابات 2010 إلى 2014 والسيد المالكي والأداء للحكومة وهذا ما يوصلنا إلى أن هذه الانتخابات لربما تفقد نكهة إرادة المواطن بمعنى أن السيد المالكي لربما يحصل على أرقام كثيرة وداعمين له وبالتالي يفترض أن لا يغيب إلا بطريقة المعادلة الرقمية لا بالمعادلة اللونية هذه نقطة النقطة الأخرى كل ذلك تكهنات يعني لا تزال الخيارات متعددة مفتوحة إذا ما تحدثنا عن الداخل والخارج لا نستطيع حقيقة أن نغيب الضاغط الخارجي لا نستطيع أن نغيب ثلاثية جديدة ظهرت ثنائيتها أمريكا وإيران سابقا ثلاثيتها العرب في تسمية رئيس الوزراء أيضا لا نستطيع أن نأتي برئيس الوزراء دون أن تتفق هذه الثلاثية على برامج ومعطيات ثابتة تعطي للجميع ممارسة الدور في قيادة العراق يعني لربما تسأل أنت تسأل أو المشاهد يقول حدث ذلك أيضا في انتخابات 2010 المثلث العربي اليوم ليس كالموقف العربي الذي حضره 2010 2010 كان إثبات وجود 2014 هو الدخول في صناعة القرار السياسي مع الأخوة الشيعة مع الأخوة العكراد وهذا متغير جديد وموضوعي لأنك تتحدث عن توازنات في المنطقة يعني لا نستطيع اليوم أن نغيب التوازن اللوني في العراق كما لا نستطيع أن نغيبه في لبنان كما لا نستطيع أن نغيبه في سوريا وبالتالي عملية التوازن والاستحقاقات كلاهما يكمل بعضه البعض نعود إلى نقطة هل يستطيع الأخوان في التيار الصدري والمواطن وهم عازمون على أخذ رئاسة الوزراء من السيد المالكي مع المتحدون مع الأكراد أنا أعتقد المعادلة فيها من الصعوبة سوف لن نستطيع أن نذهب إلى الأغلبية السياسية لثلاثة أوزان تلعب أدوارا كبيرة في الواقع السياسي العراقي أولا الوزن الأول هو الكتل الكبيرة من خلال استحقاقات الانتخابية قد يتوفر هذا الوزن في المواطن والأخوة في التيار الصدري مع الأكراد ومع المتحدون لكن هناك وزنان مهمان جدا هو الوزن الطائفي والوزن السياسي الوزن الطائفي أيضا قد يقول الأخوة أننا نمثل الشيعة وهؤلاء يمثلون السنة لكن الوزن السياسي هو توازن القوى السياسية من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل بمعنى قد يكون هناك إصرار لدى قوة مهمة جدا إيران على سبيل المثال أن يكون السيد المالكي رئيشا للوزراء أو بديلا من السيد المالكي للعاسة للوزراء لربما بهذا الاتجاه أو أن الأخوة الأكراد يجدون ضمانات وهم مدعومون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن السيد المالكي أو بديل السيد المالكي أو رئيس الوزراء التسوي الذي سينطلق بعد أيام قريبة عندما تعلن النتائج لربما يقدم ضمانات الطموح الكردي بمعنى مادة 140 أنه فطوى الغاز وما شابه ذلك وتحديد رسم الجغرافي لمناطق كثيرة بالتالي أنا أعتقد جميع الخيارات أستاذ محمد مفتوحة ولا يستطيع أحد اليوم أن يضع خيارا يعتقد فيه هذا سيتحقق لكن هناك أيضا سؤال نعم نحن أمام ثلاثة خيارات هل سنشكل أغلبية سياسية أم حكومة شراكة وطنية أم حكومة محاصصة أنا قلتها لحضرتك ولربما لقنوات كثيرة سوف نعود إلى المربع الأول لنشكل حكومة المحاصصة التي تعبر عن الأوزان أو الأثقال أو الاستحقاقات الثلاثية التي تحدثت عنها نعم لكن هنا الصحيفة ربما تذهب إلى شيء من التفاؤل سيد جاسم يعني وتستند وتعتبر المصادر أن توجيهات قوية للسيد الصدر والحكيم لتشكيل الحكومة الجديدة ستسهم في ظهور تحالفات غير طائفية وهذا أمر إيجابي يعني للغاية في مسيرة العملية الديمقراطية كما تصف الصحيفة يعني إلى أي مدى ربما يكون هذا التفاؤل واقعيا أو قريب أو سهل المنال يعني اختبار النواية في العمل السياسي هل أن هذه القوة السياسية فعلا تجاوزت الخطوط الحمراء السيئة التي كانت تحد العراق بأن يكون رئيس الوزراء الشيعي ورئيس البرلمان السني ورئيس الجمهورية هل سيقبل الأخوة في التيار الصدري والمجلس لعلى أن يكون رئيس الوزراء السني هل سيقبل أن يكون رئيس الوزراء كردي إذا استجابوا لهذا السؤال أو كانت هناك إجابة على هذا السؤال فنحن متفائلون نعم التفاعل استاذ محمد هو الجزء من فلسفة حركة التاريخ السياسية والطبيعة ولا يمكن إلا أن نعيش متفائلين باعتبار أن التجربة الديمقراطية بدأت لها ثمار لربما تختلف عن ثمار 2006-2010 على الأقل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات رغم ما يمر به البلد من حروب ومن كوارث ومن أعمال إرهابية ومن عمليات عسكرية في مناطق محددة ومن كل ما يعيشه العراق هناك إقبال على الانتخابات وهناك ربما قناعات تغيرت بأن صوتي أنا كمواطن ربما سيحدث التغيير والصوت أصبح أمانة في عناق الجميع مهم جداً طبعاً أنا حقيقة أشكرك على هذه الملاحظة مهم جداً أن الشعب العراقي أثبته بهذه المشاركة التي وصلت إلى 62% هو يعشق الدولة المدنية والإسلام الحضاري والتعايش السلمي وهو يؤمن أن الديمقراطية هي آلية لتصحيح أخطاء قد ترتكف في فترة ما وبالتالي صوته صوت مهم وهذا تطور في التحشيد وفي الرؤية الثقافية للمواطن صحيح أن الديمقراطية معايير ديمقراطية توضع في الدستور ومؤسسات أو هياك المؤسسات لكن التحشيد والثقافة السياسية للمواطن والسياسي أو المرشح أمر مهم جداً بل هو الأهم في المعادلة وبالتالي أعتقد هذا الحضور هو خير دليل على أننا نعشق الدولة المدنية نعشق الديمقراطية نعتقد بأصواتنا نؤمن بذلك ولكن لن يتحقق ذلك الحلم والتفاعل بشكل كبير يتحقق ولكن ليس بشكل كبير لأنه أساساً يد ديمقراطية عملية تصحيح وبناء بطيئة لن تكون سريعة إذا كانت سريعة فهو نظام استبدالي يتخذ القرار بلحظة الماء ولكن أيضاً هناك عطافة اليوم هناك تحول جديد في ثقافة المواطن والسياسي عندما يكون هناك انشطار عمودي في بيئات طائفية كالتحالف الوطني وكالخوة بالقائمة العراقية والأكراد هو تطور واستحدات جديد في ذهنية السياسيين وبالمقابل المواطن العراقي عندما ذهب لينتقب هذه المرة ربما بنسبة كبيرة أو هذه الأغلبية الصامتة التي أعتقد لها الدور الكبير في أن تغير كثير من المعادلات بدأت تذهب بعقولها أكثر من قلوبها وهذا تطور يحسب إلى التراكم في النظام الديمقراطي العراقي نعم بدأنا نصنع الأمل أو بدأ الأمل لدينا يصنع الطموح أو يحقق الطموح في المستقبل لربما ليس القريب جميل ننتقل إلى صحيفة تاسباه وفي عناوين نطالع اختطاف نساء من الفلوج